لما سيدنا لوط عليه السلام صمع الطرق والضجيج والأصوات اللي كان على باب بيته وهو مع الضيوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك جماعة عامليني اخباركم الحمد لله تمام هو ده المهم يريد كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد لا لا إله لله ونقول كلنا سبحان الله ومحمد سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضها نفسه وزنة عرشه ومدادة كلماته لما سيدنا لوط عليه السلام صمع الطرق والضجيج والأصوات اللي كان على باب بيته وهو مع الضيوف قرج لهم سيدنا لوط عليه السلام وبدأ يتكلم معهم وينصحهم ويدعوهم لعبادة الله وانهم يبعدوا عن المكان لكن هما كانوا عندهم جحود غريب ورفض تام وكانوا عايزين الضيوف اللي كانوا الشديدي الحسن دول وكانوا عايزين يخرجوهم من جوة بيته بأي شكل فحذرهم سيدنا لوط من عقاب الله واستهزاؤوا كعادتهم وبدأوا يحصروا البيت بمنتهى الهمجية والجهل والكفر وهنا حاس سيدنا لوط عليه السلام بالوحدة مفيش حد جنبه يحميه ولا حد جنبه يحمي بناتهم الناس بيضربوا الباب بقوة وسيدنا لوط عليه السلام وورا الباب واقف يحاول يزقف الباب بحيث انه يمنحهم من الدخول وهو بيعيزهم ويحذرهم من عذاب ربنا ويحاول يقفل الباب وهو بيحاول يطمن ضيوفه لكن الغريبة ان الضيوف دولي كانوا في منتهى الثقة والهدوء فالرجال الغرباء يقولوله ان ملائك وقد ارسلنا الله اليك وهم لن يصلوا اليك ابدا فقد اويت يا لوط الى ركن شديد فسر انت واهلك في نهاية الليل دون ان يلمحوا كاحد الا امرأتك فان مصيبها ما اصابهم ولا تلتفت مهما حدث ولا تنظر خلفك مطلقا فعلا اشتد غضب الناس في الخارج واشتد الدوافعهم لدخول البيت استعد سيدنا لوط عليه السلام عشان يخرجوا فعلا بالليل عند الفجر سيدنا لوط عليه السلام مع ابنتيه وزوجته متخفيين وكانوا بيمشوا بسرعة بعيد عن البيت بقدر الامكان لغاية لما وصل حدود المدينة وسمع اصوات مرعبة لكن سيدنا لوط فضل يحضن ابنتيه ويبعد انظارهم عن المكان الا زوجته في المدينة زاد تجمهر الناس حوالين بيت سيدنا لوط لغاية لما جاء امر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا جبريل عليه السلام شال القرية كلها بجناحه بمن كان عليها من بشر وقيل انهم تقريبا كانوا حوالي 4000 نسمة فكل صرخ باعلى الاصوات فنزلت عليهم حجارة صلبة جدا كل شخص نزلت عليه حجارة مكتوبة اسمه عليها فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلة وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وفي نفس الوقت زوجة سيدنا لوط عليه السلام كانت بتهرب معهم فسمعت صراخ قومها فالتفتت بصت وما سمعتش كلام زوجها فلما التفتت وشافت اللي بيحصل قالت وقومها وهنا نزلت عليها حجارة من السماء زي باقي قومها وهنا في نقطة مهمة لازم نبقى فاهمينها وهي انه زوجة سيدنا لوط عليه السلام ما كانتش بتعمل اللي قومها بيعملوه بس الفكرة انها كانت شايفة انه ده شيء عادي وانه هم احرار يعملوا اللي هم عايزينه فلما التفتت وشافت اللي حصل لهم هلكت ولحقت بهم وربنا سبحانه وتعالى جعل من قرية سدوم بحيرة كريهة الرائحة ماينفعش حتى السكنة جنبها وفي اخر الفيديو ياريت لو احنا على اليوتيوب نشترك في القناة ولو احنا على الفيسبوك نعمل متابعة للصفحة ياريت كلنا نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد الله لا إله إلا الله ونقول كلنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرش ومداد كلماته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته